موسيقى امتازوني انا مش جاي صح؟ امتازوني انا مش جاي موسيقى انا اريد حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم السينما و المسلسل سوبر ميرو ده المسلسل التاني التي تقول لك عليه في الحلقة بدل الحدوثة ده المسلسل الكوميدي محروو بتاع امي سامير غانم اتمنى انه يبقى كوميدي زي دونيا سامير غانم بس انا عاسس انه مش هيكون بالنسبة يعني درجة الكوميديا بتاعته مش هتكون زي نفس درجة الكوميديا اللي في المسلسل بتاع دونيا رغم من ان اشوفش التريلر بس انا يعني انا عندي احساس نوب كده يعني ما اعتقدش ان احيكون بنفس مستوى نفس المسلسل دونيس بالغانب كالعادة ما اشوفش التريلر اول مرة فحشوف التريلر معاكو دلوقتي الاول مرة يلا بينا تقداري ترجاع اميرة بتاعت زمان اميرة البطلة اللي كان بتساعد الناس انا اساعدك يا اميرة هخرج البطلة اللي جواكي هتخليني بطلة خرقة خرقة شكل مهزق اوي قدام الزملاء انت جرزومة انا بقيت مخترعة وخدت دكتوراه في الفيزياء الكيميائية وحصلت على نوبل في الزر انت هايسام دي اذا انسان شريف عفيف ايه دا يا هايسام ايه دا انا اسمي الفاجر هعيش فاجر واموت فاجر ايه العرش عبيط والعروسة عبيطة ايه يا واضي اللي انت عامل في روحة بدا وايه دخلة نادية لوتفي اللي انت دخل علي بها دي ايوة كده طلع السابورايل لجولايتي شوف ايه بحس بانجيزات كده انبساط انشاط عش يا بطلة يس ايه دي سوبر ميرو عش يا هضبة عشان يعرف انه مش بواحده شو سو اكزوستن شاي معاك سوبر ميرو لا والله مش معايا ايه يا ايه؟ نزل سلاحك ياض انت وقد دلو محفظت حان تهلت بيت زي يا رجالة بيت زي؟ ايه تأكر دماغه توزي وقرب نوحيها اقطع وشه الله اما مرح اقطع وشي مين يا حلاة على فكرة دا مش كلامك لما البامية تتقمع والجاز ما تتلمع هنفرش المشام انت؟ لا البيت دي بتطرد المجرمين وبتحاربهم الساعة اللي نهائي ياه 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 انت بصوروا حاجة ولا دا ستزراف ولا ايه انا حدك بطل خارقة واسمي سوبر مير كانت يا قصلك اني ممكن ابقى بطل خارقة انا كمان؟ شايفت؟ هموتك انت كمان؟ صفيحة الجهنة البراميني مين؟ كهرة؟ كلها صورة كامل نهارنا هاهاه اهه ياه يا ابنكم شجيئر الغدرين ريلاس ريلاس جيم أفر يهه رقحة العرب يهه يهه تطرةبة الصباح الفل عليكم احلى جمهور في الدنيا معاكوا سوبر ميرو من مصري ومن دوليا فيه يوب يوب كتير كده لتعرف الجات زي وعاشر احترم نفسك اليه صيف قولي لداليا إنا بحبها أو داليا هو بيحبك بس أنا مليش دعوة سوبعميلة وعايزين.. ايه؟ قرر فينه انتظريني انتظروني، انتظروني أنا مش جاية صح؟ انتظروني أنا مش جاية بصوا أنا عايزه ركزة حاجة لتريلر أولا التريلر كوميدي بيدحك تمام بس مثل مسلسل دونية زي مولت لكن المسلسل لذيذ خفيف في رمضان لايت كوميدي وكذا لكن المسلسل لذيذ هذا أول شيء رأيت المسلسل أو التريلر بمعنى الأصح متصور كأنه فيلم أنا أشعر أنه فيلم ليس مسلسل لكن ما هو المسلسل سوف نتفرج عليه بإذن الله أخديل نفس الرفرنس أخديل نفس الرفرنس يعني سوبرمان أنه شغالة صحفية تقريباً شغالة في مجلة وبتلبس نظارة يعني نفس الموضوع بتاع كلارك كانت بتاع سوبرمان فمش لازم يعني تقليده بالظبط يعني من تعرفين أن سوبرمان كان صحفي وبعد كده بقى سوبر هيرو وبعد كده مش لازم يعني سوبرمان لندنج مشكلة إلا ما إحنا نفرج على المسلسلات كوميدي يعني مفروض أنتم بتقدموننا كوميديا تمام؟ يعني حوار أنتم تقتبسوا حتة كوميدي أو كوميكس من على الفيسبوك يعني عندي دائما مشكلة معها سواء في الأفلام أو في المسلسلات وأولها يعني اللي خدت بالي منها السنة دي في مسلسل زلزال بتاع محمد رمضان إنه لما قال له خدت حجم الدنيا قال له لا تبقى له ده خد نفس الريفرنس بتاع مزازة مسلسل ده أنا خدت بالي فيه كزا رفرنس برده الريفرنس الأولاني تمام الأزيز بتاع سمي الغانم إنه فكرنا بالمتزوجون إلى عروسة عبيطة ومش عارفه وكلام ده كله ده نفس الريفرنس بتاع مصرحيات المتزوجون الريفرنس الثاني بقى اللي ما عجبوا ليش إنه لما قال له انتظروني أنا مش جاي لما هي قالت انتظروني أنا مش جاي ده ما جدي شط قوي يعني ده كوميك من على الفيسبوك وفي الريفرنس برده التاني لما عجبنيش فيه برده شخصية مماية في المسلسل لما قال له يا ابنكم شكاير الغضرين يعني معلش يعني انتو مفروض يتقدموننا كوميديا يعني يعني مفروض انتو بتقدموا كوميديا مش بتاخدوا كوميديا من على الفيسبوك وبتحطوها في المسلسل وبتنتظروا مننا إننا نتحك يعني اننا قرردي الإفهاد احنا عارفنا من على فيسبوك او من على الستوشال ميديا فما تجوش تحطوها برضه في المسلسل يعني مفروض انتو مسلسل 30 حلقة وديوكفي يعني مؤلف ومفروض يوكفي نوعه اماما يعني مش لازم اقول المسلسل من اوله الاخره يكون سريخ داحك يعني مش ده اللي بطلوبه بس حوار ان انتو تاخدوا يعني الافهات اللي من على فيسبوك وتحطوها في المسلسل دي مش حلوة يعني بحسها انها بتبقى ليزي رايتن يعني انتو بتاخدو يعني الواحد ما بيتعبش يعني يعني ببيزلش مجهود ان هو احط افهات في المسلسل فبيفقع اي افه موجود على فيسبوك وبيحطوا وخلاص وانا شايف ان ده بيبقى دايما بيبقى عندي مشكلة معي يعني صغير كده لا مسلسل تمام يعني لزيز يعني لايت كاميدي يفرج عليه وابتاع احنا بنفطر كده ولا حاجة وما قلنا هي صحفية تقريبا في مجلة من المجلات وبعد كده هو حمدي المرغاني هو مفروض عالم وبعد كده بيخلىها سوبر هيرو وهي فعلا بتبقى بعد كده سوبر هيرو يعني ان من انتوا تحطوا حتى زي دي في المسلسل طب انتو سبتونا ايه يعني وبعد كده انتو سايبين الدنيا كلها راحين تعملوا امي سامير غانم يعني سوبر هيرو يعني يعني معلش يعني الفيمينزم في مصر مش مقطع بعض يعني عشان تعملوا سوبر هيرو واحدة ست يعني البطولة لامي سامير غانم وحمدي المرغاني وفيه سامير غانم وفيه يصر اللوزي فيه محمد صاروت وملك قورة واحمد سلطان تأليف لمحمد محمدي وأحمد محي وإخراج المسلسل لوليد الحلفاوي وليد الحلفاوي ده أول مسلسل لي أنه يخرجه نسبة ترقبي للمسلسل 6 أونس سنة عشرة بس ما عنديش أي انطباعة لتريلر أتمنى الحلقة تكون عجبتكم لا تنسوش تعملوني سبسكرايب و لايك و شير لأحلقة عجبتكم و لا تنسوش تعملوني فروع على فيسبوك و تويتر و انسجرام وأشوفكم الحلقة اللي جاية باي باي اشتركوا في القناة